أكد رئيس مجلسي الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني أن الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار مشيرا إلى تساع التعاون الاقتصادي بين العراق ومصر واجه ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجموعة شركات السويدي المصرية أحمد السويدي والأفيف من مديري الشركات المصرية مضيحا أن هذه الفرص الاستثمارية تم استلامها من شركات عربية واجنبية مما يعكز مكانيات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات وبحث سبل التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والبناء التحتية بالإضافة إلى تطوير الموارد البترولية وإنشاء مدن صناعية في بغداد